في إطار توجه الدولة نحو توطين صناعة المركبات والتوسع في استخدام الغاز الطبعي كوقود للمركبات عقد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي عبر الفيديو كونفرنس اجتماعا مع شركة إماراتية متخصصة في صناعة السيارات استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال التصنيع المشترك لتصنيع وإنتاج وتسويق السيارات البيك أب والتي تعمل بالغاز الطبعي والبنزين وعشر وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه قد تم تأسيس شركة مصرية إماراتية لإنتاج وتصنيع السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج بسواعد مصرية لافتا إلى أنه من المخطط بدء الإنتاج الفعلي خلال النصف الأول لعام 2023